ما هو البيتكوين إذا تبت عارف البيتكوين لازم أول شيء يتعارف تاريخ المال نقوله إحنا باختصار من قبل آلاف السنين النوص الشلون كانوا يتبادلون مع بعض كانوا عن طريق المغايضة أو البارتر يسمونه بس كانت في مشكلة مصادفة الرغبات فمن بعدها اتخذوا أداء كمال هذه كانت الأداء مثلا نفس الخرز نفس الحجر من هالغبيل فكانوا يعتمدون على سجل الطبيعة يعني هذه اللي كان يحكم الوحدات اللي موجودة من هذه المال اللي كانوا يتدولون فيه من قبل بعدين طبعا شوفوا أن الذهب هو أندر أنواع الوصول فأتخذوا الذهب لا زال السجل يحكم الطبيعة المشاكل اللي كانت موجودة شنو أنه كان مثلا ممكن تزيد عدد الوحدات لما هو حدي يكتشف من الأحجار وغيرها بعدين طبعا شوفوا أن الذهب المشكلة في التخزين فيه وكذلك في الحمولة والوزن والتزوير وغيرها فطلعوا الأوراق المالية فهذه الأوراق المالية موجودة في السجل بس هاي السجل يحكم البشر والسجل عادة أن يكون مركزي فإذن صارت مشاكل بعد مع السنين أن الأوراق تزيد عن كمية المخزون اللي موجودة في الذهب إلى وصلنا إلى 1971 وصار شنو الأوراق المالية اللي هو الدولار قيماتها صارت من الثقة في الحكومة الأمريكية مش مربوطة بالذهب هذه هي الفلوس اللي حين نحن عندنا حاليا فمن السبعينات كانت في محاولات أن يطلعون فلوس سجل يحكمها الناس مو بتحكمها البنوك المركزية فكانت محاولات دي جي كاش اي جولد ومارا إيش وكلها فشلت ليش؟ لأن كانت هذه السجلات نوعا ما مركزية من قبل شركات أو مشاكل أخرى إلى أن يه اسم مستحار ساتوشي ناكاموتو في 2080 شنو ساوى؟ هو ما اكتشف شي جديد هو جمع المعلومات القبلية اللي موجودة حتى لدرجة أنه في الورغة البيضاء اللي قدامها حق زملائه كان قادم أنه أنا مجرر خذيت من هذه الاكتشافات وجمعت مع بعض وحطيت لكم شنو سجل هذه السجل كان يحل مشكلة شنو بالضبط هي مشكلتين رئيستين وهو كان قادبها هي مشكلة أنه السجلات كانت مركزية فهو كان يبيها هاي لا مركزية حق الكل والمشكلة الثانية هي الأنفاق المزدوج يعني أنا أقدر أنفق الفلوس اللي عندي مرتين بدون ما حد يادري فهو عشان يكسر هذه المشكلتين خلى سجل السجل يكون عام عند الكل من يحط المعاملات اللي يحط المعاملات مو بنظام مركزي لا ناس يتيمعون يسمونهم مثلا محاسبين بوك كيبرز أو ماينرز هذا لين هم يحطون المعاملات في سجل البيتكوين يتثبت التثبت هذه المعاملة بتاريخ معين واتيبعة عقوب المعاملات الأخرى في شنو؟ في سلسلة وتجمع المعاملات الأخرى وغيارها المعاملات الأخرى فيصور سلسلة من نفس الأوراق في السجل الأوراق دي يسمونها بلوك لذلك إنت لو أن ترى سلسلة الأوراق او سلسلة الكتل اللي يسمونه باللغة العربية لذلك إن نسميها شنو blockchain أو time chain هل أنا أقدر أطلع وحدات على كيفي في أي وقت وأطبع في أي وقت لا في بروتوكول موجود من أول يوم تم نشر هذي البروتوكول أو هذي النظام راح تطلع 21 مليون وحدة من هذي البتكوين آخر وحدة بتطلع في 2140 وشنو اللي يحكم بطباعة وحدات جديدة حق البتكوين في هذا السجل طبعا هاي كلها راح نعرفه في الحلقة القادمة